وانت قلت حاجة كمان جميلة لعيب الاهل والزمالك قدروا ان يخلصوا البطولة من دي اقفل الصفحة وخش في البطولة التانية ماليش دعو بقى لها بارهاق اما الهم بتمرنوا ليه طب هي النقطة الشكل بتاع النادي الاهل طبعا الاهل فاز مفيش مشكلة فقط لكن النهاردة جمهور لما ايه يقولك طب ده انا هلعب بالشكل ده هناك بالرغم من انا بقول بقى ايه اصلا مفيش جماهير كابتن انا عندي رأي عندي رأي في سؤال فروق اه عندي رأي في سؤال فروق الفرقة الكويسة اللي بتجهز ان دي الاهل عنده مشكلة كل مرة هفضل اقوله يعني مثلا على سبيل المثال بص التحركات الهجومية لفرقة صندلت يعني ممكن في ثانية بتلاقي بيحضر ثم واحد بيقطع لجوه واحد معطرفه بيجي بصورة فانت حصل لخ خلل لو انت مش مركز كمدافع الكرات السابتة متدرب اللي هو واحد هيقطع الاولى بيجي من خلف المدافعين فالشنوى قدر يتعامل معاه ده تدريب لازم النهاردة حسين الشحات هاف رايت فواقف فبيجي محمد هاني لازم ادخل لجوه عشان افضي لمحمد هاني ومحمد هاني لازم ينطلق بمنتاز سرعة مش ببط دي تدريب تحركات من المدير الفني كمان بتجهز لعبك ممكن انا النهاردة فرقة اللي قدامي مش زي صندوق عندها اخطأ كتير جدا دفاعي ممكن اجهز بنقل الكورة كتير جدا واختار التايمينج خصوصا اللي افشا كان بيعملها كويس قوي امتى هاخد الفرقة كلها كده وخلي فيه تحركات من طار محمد طار ده مش موجود تحرك بدون كورة النادي الاهلي في التحركات الهجومية عنده مشكلة لعبها فيه سباية النهاردة على سبيل المثال صلاح محسن في الوقت صغير جدا في الربع ساعة الاخيرة اربع فرص ليه لوحده ما كان قبليه حسن الشحات شفت حسن الشحات بيستلم الكورة يبقى انت مدعمش لاعب مش عايز معلش ركب تشاهد ممكن اعطلت الهجومية اتفضل التوقيت نفسه توقيت مختلف في الحالة دي في وقت اللي كان سلاح حسن كان بيخاطر برضو وعايز يجيب هدف غير وقت كان حسن الشحات موجود برضو فيه وانا غلطان ووضع الدفاع بالنسبة لسان دونز هو برضو عايز ينطلق وعايز يروح يجيب هدف في الوقت اللي في حسن الشحات ووقت صلاح محسن لما راح كان الوقت عند مقتل صلاح محسن بيستلم الكورة على الجون يعني بيتحرك على الجون حسن كان بيستلم ثم يرجع لأيمان أشرف ثم ايمان أشرف لديانج ثم عامر السلية نقل كتير مفيوش اي فعالية هجومية مفيوش مخاطرة الفرقة عايزان يعمل كده لكن صلاح محسن بياخد الكورة حتى لو لوحده فعشان هو عايز يروح حتى لو لوحده مفيوش